الخبر اول اللي عادنا عن اميرا الحسين والفيديو الغريب اللي نزلته فنزلت هذا الفيديو على حسابه بالانستجرام واللي كان هو عبارة عن نوية هولد جديد وفكرة مالتينه هي تطلع عليه وتلعجب بيه طب هذي خلل المتابعين محمد كريم يا حباب ان هم يتجمون عليها ويزعلون على هذا الشي بالكومنتات اللي ظهر قدامكم يا حباي بنخطيه محمد كريم لو انهم اصلاحوا الفيديوى ادفكط فقط هذي كومنتات شاهدك بalloنه محمد كريم يا حباي بطلع ورد عليها رد ناري فنزل لهذا البوستة كان ب capac典ها ولكن كاتب عليها 얼마나 خسر انيه خسرتني وانا خسرت وقتي و الوضعة هي حباب انفه اميرا هي خسرته وبالنسبة الوقت هو خسرته وعيدا فكلمب هذي كومنتات شاهدك ب Massimo in He hangs with him نتقل حاليا رشه يا حبايب وثي over his Angebot هو وبالك هذي من مورجال اللي شاف هذا المقطع يا حباب يعرف انه رجل طلعت يا حبيبة محمد وطلع يعرف انه هي طلعت قاعدة تفضح بيهم انه هي طلعت من فريق ومن هذي الكلام وليوم يا حباب نزلت هذا اللي سوري كانت كتب بي شنو معرفاتكم للرجولة وحطت شوية كلام شادي يقولون بها انه الرجل يكون موفي وانه يقول قد كلامه نوعا مع بعض المتابعين تشكوا انه هي قاعدة تلمح انه محمد بار مش عن قد كلامه ومشار رجال فاكتروني الكومنتان شوريكم الكلام اللي صار ننتقل حاليا ليارا يا حباب تزي شوية سوريات تقول بيها تتذر بيها على الغياب وتقول انه هي صوت مقلب ناري بقومها يا حباب رح يزلنا قريبا رح تكون سوريات شفوها عم يسألني يارا وينك ليش مختفي عن السوريات يارا يا جمع عملت مقلب بمامي كيف المقلب مامي خاتشير كيف المقلب مامي خاتشير بيواقف المفروض اني اعمل فيك مقلب بردلك المقلب اللي اعملتي فيك شكرا كتير لك انك على هدية الحلوة بحبك جلطيني ووديني أزم مامو بس كان اللي ببقى في قلبك ولا لسا مامي تنشتيني واقف بس ما بعرف عم تبدا ينزلكم لانه في قبل المقلب لحتنزل هدية من ماما إلي شكرا كتير مامي حبتي بحبك انا انك عرف شكرا كتير مامي ننتقل حاليا القمر طائي يا حبايب وتزلي لهذه الصورة اللي كان بيعلم الشواذ يا حبايب اللي كانت لابسته متل ما شرحت لكم الشواذ هم يعني الرجل يناموا ييل ورجل وهذا العالم مالتهم يا حبايب طبعا كنين ما تعرفوا ومنتباد عن هذا الموضوع ولكن بعض المتابعين صاروا تهجمون انه هذا الشي غلط ونعمود لانهي يعد هوي متابعين يا حباب يتعرقون بيها ويسوون الناس اللي يتسوي فاكتموا للكومنتال شركوا بالخبر نتغل حاليا النار ينبيتي يا حبايب يكشفها شنو الشي الخرافي اللي كانت مساويتا فلما نزلت السوريات كانت تقول بيها وقتها انه اكو شي ساعيتي يصار بيها فحبايب يكشف ان الموضوع هنا هو عبارة انه انتقلت البيت جديد ونزلت هذه الصور انه هي ذا تذهن البيت الجديد فطبع هذا هو سبب لخلاته فراح ما كنتم للكومنتال شركوا بالخبر وبالخدام يا حبايب عن مصطفى ريدر ولسور ينزلت يعلم خلاله تيجهز انه اغني النار وللشان كاتب عليه وشي سواه هو مو طبيعي يا رباه فكتنا يا حبايب بالكومنتال شكيتم تحمسين لوانيت ريدر الجديدة هراح تكون دستراك او شي ثاني وباشر الله حبايب من وصلت المقطع فترون ونقطع باللايكات وبس اشتركوا فيها زي مقابل من اكتل القصص احبكم ومع السلامة